السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في مهارة الكلمة والجملة النحو الجزء الثاني من أسلوب المدح والذن وفي البداية أعزاء الطلاب من يذكرنا بأسلوب المدح ما أسلوب المدح تفضل أحسن يبدو أنك استمعت إلى الجزء الأول جيدا هو أسلوب نستخدمه عند استحساننا صفة حميدة أو أمرا يستحق المدح والثناء من يمثل لذلك؟ انظر إلى الصور وتذكر أمثلتنا وتذكر الدرس الماضي أحسنت نعم العمل مساعدة المحتاج حب ذا مساعدة المحتاج أما أسلوب الذن هو أسلوب نستخدمه عند استهجاننا صفة سيئة أو أمرا يستحق الذن والاستهجان ومثال ذلك أن نقول من يمثل لنا؟ تفضل؟ أحسن بئس الفعل إلقاء القمامة في الطريق لا حب ذا إلقاء القمامة في الطريق لكن يتكون أسلوب المدح أو الذن من ثلاثة أركان فمن سيذكرنا بها؟ تفضل؟ نعم أنت بالذات ارفع صوتك أسمعك تقول؟ أولا فعل المدح أو الذن نعمة بئسة حب ذا لا حب ذا ثانيا فاعل المدح أو الذن ثالثا المخصوص بالمدح أو الذن بارك الله فيك لكن هناك أنواع لفاعل المدح أو الذن من يذكرنا بها؟ تفضل؟ أحسنت معرف بأل مضاف اسم موصول ضمير مستتر اسم إشارة معرف بأل كأن نقول بئس القول الكذب أما المضاف فأن نقول بئس قول الرجل قول الرجل مضاف وما بعده مضاف إليه الرجل اسم موصول من يمثل لذلك؟ تفضل أحسنت بئس ما يقول الرجل الكذب من يعطيني ضميرا مستترا تذكروا أن الضمير المستتر وجوبا سيأتي بعده تمييز منصوب تفضل رائع بئس قولا الكذب اسم إشارة لا حب ذا الكذب ذا بعد حب هو اسم إشارة لا حب ذا الكذب وبعد ذلك بعد أن عرفنا كل هذا في الدرس الأول فماذا سنتعلم اليوم؟ فهيا بنا لنتعرف إلى أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يوظف أسلوبي المدح والذم بصورة صحيحة يعرب أسلوبي المدح والذم إعرابا صحيحا والآن اجعل طاعة الوالدين مخصوصا بالمدح في جملة من إنشائك تذكر أن أسلوب المدح يتكون من فعل فاعل مخصوص هذه الثلاثة تفضل أحسنت نعم العمل طاعة الوالدين فعل المدح نعمة الفاعل العمل المخصوص بالمدح طاعة الوالدين والآن اجعل قولنا الفزع عند الشدة مخصوصا بالذم في جملة على أن يكون الفاعل ضميرا مستترا لا تنسى أن الفاعل المستتر يميز باسم النكرة منصوب من سيجيب؟ تفضل أنت الذي تجلس آخر صف أحسنت بئس سلوكا الفزع فعل الذنب بئس الفاعل مستتر سلوكا اسم نكرة منصوب يعرب على أنه تمييز والمخصوص بالمدح أو الذنب الفزع هنا مخصوص بالذنب بئس إذن بئس سلوكا الفزع عند الشدة والآن افتح كتاب المدرسة على الصفحة المبينة وتوجه إلى السؤال الخامس اجعل كل كلمة مما يأتي مخصوصا بالمدح أو الذنب في جملة من إنشائك الجنة التردد التمييز الكسد خذ وقتا كافيا اعتمد على نفسك والآن الكلمة الأولى الجنة تفضل أحسنت نعم المستقر الجنة الكلمة الثانية التردد تفضل أحسنت بئس سلوكا التردد الكلمة الثالثة التمييز تفضل حبذ التمييز في العمل بارك الله فيك وأما الكلمة الأخيرة الكسل لا حبذ الكسل عن أداء الواجب والآن هيا بنا إلى السؤال الرابع حول صياغ الذنب في الجمل الآتياتي إلى صياغ مدح وغير ما يلزم ألف لا حبذ الجزع عند الشدائد ماذا نقول تفضل أحسنت حبذ الصبر عند الشدائد بأ بئس خلق المرء الأنانية ماذا سنقول نعمة خلق المرء التعاون الجملة الأخيرة جيم بئس قولا الكذب من سيحول هذه الصيغة تفضل أحسنت نعمة قولا الصدق والآن حان الموعد لنتعلم إعراب أسلوب المدح والذنب عندما نقول نعمة العمل طاعة الوالدين في البداية أريد أن أذكركم أن الشيء الذي نتكلم عليه الذي نريد أن نخبر عنه أن نستحسنه أن نستقبحه هذا الشيء هو المبتدأ هو المستهدف من كلامنا سواء جاء في بداية الكلام أو في نهايته مثلا عندما نقول نعمة العمل طاعة الوالدين نحن نريد أن نتكلم عن أي شيء أن نستحسن أي شيء طاعة الوالدين إذن هو المبتدأ وإن أتى متأخرا في اللفظ فالمبتدأ هو الشيء الذي نتكلم عنه نريد أن نخبر عنه نريد أن نسند إليه معلومة استحسانا استهجانا فإذا عرفتم ذلك هان عليكم بعون الله الإعراب نعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح العمل فاعل مرفوع نعمة العمل إذن جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل طاعة الوالدين طاعة مبتدأ مؤخر في اللفظ مؤخر جاء نهاية الجملة مبتدأ مؤخر مرفوع والوالدين مضاف إليه إذن فعل وفاعل وبعد ذلك المخصوص بالمتح هو مبتدأ مؤخر مرفوع ثانيا إعراب حبذ ولا حبذ الفعل حب فعل ماض جامد مبني على الفتح الفاعل ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل والمخصوص بالمدح هنا العمل الصالح العمل الصالح العمل مبتدأ مؤخر مرفوع والصالح صفة العمل من ناحية المعنى علينا أن نركز أن الشيء الذي نتحدث عنه هو المبتدأ وإن تأخر في اللفظ لكن بقي شيء واحد إذا كان عندنا مبتدأ فلابد أن يكون هناك خبر فأين الخبر الجملة الفعلية المكونة من الفعل الجامل ومن الفاعل هذه الجملة في محل رفع خبر مقدم من ناحية المعنى نحن نريد أن نخبر بالاستحسان بالمدح أو بالذن عن شيء الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم والمخصوص بالمدح هو مبتدأ مؤخر والآن نموذج للإعراب نعم الخلق الأمانة نقول في نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح الخلق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الأمانة مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية من نعمة وفاعلها في محل رفع خبر مقدم نموذج آخر بئس خلق النميمة بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح والفاعل ضمير مستاتر وجوب تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم خلق تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح النميمة مخصوص بالذم مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لاحظ أننا نريد أن نخبر عن النميمة بأنها بئس الخلق بئس خلقا بئس النميمة خلقا لكن الاستتار وجوبا بئس خلقا النميمة حبذ حبذ الصبر على الابتلاء من سيعرب حبذ الصبر على الابتلاء تفضل نعم حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح حب وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة حبذ في محل رفع خبر مقدم الجملة الفعلية من الفعل والفعل الصبر مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الابتلاء على حرف جر والابتلاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة والآن افتح كتابك على الصفحة المبينة أجب بنفسك أعرب ما يأتي نعمة الأخ التقي والآن اقرأ أيها الطالب ماذا كتبت صحيح نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح الأخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة التقي مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة الفعلية من نعمة وفاعلها في محل رفع خبر مقدم والآن من سيعرب هذه الجملة تفضل حبذ الجنة أحسنت حبذ الجنة واقترابها حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة حبذ في محل رفع خبر مقدم الجنة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ختاما عزيز الطالب أصبحت الآن قادرا على أن توظف أسلوبي المدح والذن بصورة صحيحة تعرب أسلوبي المدح والذن إعرابا صحيحا وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر